غمد عنيك واسمعه بس فكايات ومزلسلات كلها جديدة عندنا احنا وبس هنسمعها على قناة فونتانا سينيما فونتانا سينيما على هوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا عزائي المستمعين في كل مكان والعدد رقم 31 من سلسلة روايات المكتب رقم 19 وعنوان عدد النهاردة ماسات الشيطان واحد الفئران القاتلة هبطت الطائرة القادمة من اسلام باد في مطار القاهرة الدولي بعد رحلة طويلة ولم يكن مسافر اسيوي يبدو في مدخالها حاملا صندوقا معدنيا متوسط الحجم حتى يتقدم نحوه رجلان كان من الواضح انهما ينتظرانه بالذات وقال له احدهما في لهجة اامرة وهو يشير بيده اشارة مبهمة هل تسمح بمصاحبتنا بعض الوقت بدت على وجه المسافر الاسيوي علامات التوتر والارتباك وهو يقول الى عين انني شخصية محترمة اعمل لحساب هيئة ابحاث طبية معطرف بها التقط احد الرجلين الصندوق المعدني في حركة سريعة في حين امسك الاخر الاسيوي من ذراعه وهو يقول في خشونة اصحبنا اولا وسنحدد هويتك فيما بعد راودت الاسيوي فكرة الاحتجاج او المقاومة الا انه لم يلبث النحاها جانبا بعد ان تبين عدم جدواها واقتاده الرجلين في صمت عبر صالة الجمارك ولكنه لم يكن يلمح لافتة مكتب الامن الذي يقودانه اليه حتى تبدل موقفه بخته واستل من طيات معطفه سكينا حادة دفع نصلها في كتف الرجل القابض على ذراعه الذي ارخى قبضته وهو يصرخ من شدة الالم ولم يكن الاسيوي يتحرر من تلك القبضة الصارمة حتى اطلق لصاقيه العنان الا ان الرجل الاخر بادر باخراج مسدسه في سرعة واطلق منه رصاصة اصابت صاقي الاسيوي فسقط عاجزا عن الحركة وهو يئن في الام ومرة اخرى دفعه الرجلان الى مكتب الامن حيث تم استدعاء طبيب المطار في عجلة لعلاج الصاقي الاسيوي وتضميد جراح الشرط المصاب في ذراعه وبعد ان تم ذلك في سرعة ومهارة قام احد رجال الامن بفتح الصندوق المعدني ثم لم يلبث انقطب حاجبيه وهو يتأمل عشرات الفئران البنية اللون الصغيرة الحجم داخله وناوله لاحد رجاله قائلا اذهب بالصندوق ومحتوياته الى الدكتور ماهر في معمل الحجر الصحي انه ينتظره واخبره انني في انتظار تقريره انا والعقيد متحد من ادارة العمليات الخاصة ولن نغادر المطار الا بعد وصوله وصمت لحظة ثم ارضف في لهجة توحي بخطورة الامر اسرع فقد يحمل هذا الصندوق كارثة استقبل مدير امن المطار والدكتور ماهر العقيد متحد في مكتب الامن بترحاب ودعاه مدير الامن للجلوس قائلا لقد ثبتت صحة البلاغة الذي تلقيتمه للأسف يا سد العقيد العقيد متحد اذا فالفئران تحمل ذلك المايكروب القاتل قدم له الدكتور ماهر تقريره وهو يقول لقد اثبتت الفحوص والتحاليل ان الفئران الماء وعشرين من فصيلة السامة الاسيوية وكلها تحمل ميكروب مرض الشرق الوبائي وانها قد حقنت بذلك المايكروب القاتل منذ يومين فقط سأله العقيد متحد في مزيج من القلق والاهتبام كم تستغرق هذه الفئران لتصبح قادرة على نقل المايكروب للبشر الدكتور ماهر خمستاشر يوما بالضبط العقيد متحد واين ذلك الاسيوي رئيس مكتب الامن في الحجرة المجاورة سأأمر بإحضاره على الفور ثم أمر أحد رجاله بإحضار الاسيوي وغاب الرجل قليلا ثم لم يلبث أنعاد وملامحه تشف عن انزعاج واضح وهو يقول لقد انتحر الرجل أثر على العقيد متحد ورئيس الامن والدكتور ماهر إلى الحجرة التي تم احتجاز الاسيوي فيها فوجدوه ملقى على الأرض جاحز العينين وقد أطبقت أصابعه على زجاجة صغيرة تحوي أقراصا بنية اللون التقطها الدكتور ماهر في سرعة وفحصاها في عجلة قبل أن يغمغم أعتقد أنها أقراص السيانيد السامة فهو صم شديد الفتك السريع المفعول هتف رئيس الامن ولكن لماذا فعل ذلك العقيد متحد لأنه فشل في تحقيق مهمته وعند ذلك النوع من البشر الفشل يساوي الموت ثم التفت إلى الدكتور ماهر وهو يستطرت في حزم أريد نقل خمسة من هذه الفئران إلى معامل الأبحاث التابعة لإدارة العمليات الخاصة وسأشرف بنفسي على إعدام الفئران الباقية فورا واستدار إلى رئيس الامن مرتفن أما عن جثة الأسيوي فسيتم نقلها على الفور مع الأقراص السامة ليتم فحصهما بواسطة الطبيب الشرعي رئيس الامن كما تأمر يا سيادة العقيد تنهد العقيد متحد في قلق قبل أن يقول في لهجة عميقة يبدو أننا مقدمون على معركة عنفة أيها السادة معركة بدأتها هذه الفئران اتنين المساومة المرعبة جلس المقدم ممدوح عبد الوهاب يصغي في اهتمام شديد لحديث رئيسه الذي استدعاه إلى حجرته على نحو يوحي بخطورة وأهمية الأمر ولقد بدت لهجته جادة تمتزك بالقلق مما لم يدع لممدوح مجالا للشك في أنه مقبل على مهمة جديدة ولقد تركزت نظرات اللواء مراد على عيني ممدوح وهو يقول في العام الماضي تبرأ أحد كبار الأثرياء في باكستان للحكومة المصرية بثلاث ماسات ذات قيمة مادية وتاريخية كبرى وتتوارثها أسرته منذ عصور الخلافة الإسلامية العباسية حيث يقال أن الخليفة العباسي قد أهدى هذه الماسات الثلاثة المعروفة باسم نور الشفق لأجداد أسرة هذا السري الباكستاني تقديرا لجهودهم في خدمة الإسلام إبان إقامتهم في بغداد مقر الخلافة في ذلك الحين ولقد أهدى الباكستاني نصر الدين خان هذه الماسات للحكومة المصرية لكي توضعها المتحف الإسلامي نظرا للرعاية التي تلقاها هو وأسرته هنا بعد هروبهم من شرور وتغيان عصابات الكانتة ردد ممدوح في دهشة عصابات الكانتة اللواء مراد نعم إنها عصابات تضم مجموعة من المحترفين الذين يعمدون إلى استخدام وسائل خاصة للقتل وينتشرون في الهند وباكستان وبنجلدش ويرجح البعض أن مكرهم الرئيسي يكمن في جبال ولاية كشمير بالقرب من حدود باكستان وهي عصابات ذات تاريخ قديم حافل بالشرور والطغيان أرهف ممدوح حواسه وهو يستمع إلى اللواء مراد وقد خامره شعور قوي بأنه مقبل على مغامرة مسيرة وأنها سترتبط ولا شك بتلك العصابات الرهيبة في حين توقف اللواء مراد لحظة ليشعل سيجارته ثم أردف قائلا ويسيطر على هذه العصابات الإجرامية الآن شخص واحد يدعى قروش وهو رجل تحاك حوله الأساطير التي تبالغ في وصف قدراته وقوته وعلى الرغم من أن أحدا لم يلتقي بذلك الرجل الذي يسيطر على هذه العصابات الرهيبة ليقودها لنشر الرعب والفزع في شرقي أسيا إلا أنه من المعروف عنه أنه يتمتع بقدرات خاصة وذكاء مفرد وخبرات علمية غير محدودة وصمت لحظة قبل أن يرضف في توطر وكما يقال إن له وجه شيطانيا عاد اللواء مراد إلى صمته برهة وكأنما يستعيد في ذهنه كل ما توفر لديه من معلومات حول هذا الموضوع إلا أن ممدوح الذي كان منصطا بشغف وحواسه كلها تعجله قائلا ما زلت لا أفهم يا سيدي تلقى العلاقة بين ماسات نصر الدين خان وبين عصابات الكانتة وكروش هذا قال اللواء مراد ولكن صراعا قديم ودائم بين أسرة نصر الدين خان وعصابات الكانتة يعود إلى العهد الذي كان فيه أجداد نصر الدين مكلفين بحماية الجبال الجنوبية في كشمير ولقد أقسم جد نصر الدين خان وقتها على تطهير الجبال من شرور ولا أكل قتلة واستخدم في سبيل ذلك كل ما يملك من سلطات وعتاد ورجال حتى نجح بالفعل في القضاء على عدد كبير منهم وهم يسعون للصقر من أحفادي وهناك أيضا تلك الماسات التي ظلت الأسرة تتوارسها وتحافظ عليها والتي تسيي اللعاب ذلك الشيطان كوروش الذي يسعى لامتلاكها وبذل الكثير من المحاولات الفاشلة حتى الآن ولقد أهدى نصر الدين هذه الماسات لمصر تقديرا منه لدورها في حمايتها أولا ولتناقص أعوانه وضعف قدراته على مواجهة كوروش وعصاباته ثانيا وهم يتتبعونه من مكان إلى آخر وحينما شعر بأنهم كادوا يطبقون عليه قرر أن أفضل ما يفعله هو إهداء الماسات لمصر ليحافظ على طراث عائلته خاصة أنه لم ينجب ولا وريس له ومن المؤسف أن عصابات الكنتة قد تمكنت من نصر الدين وقتلته بعد ثلاثة أيام فقط من تنازله عن الماسات للمتحف الإسلامي بمصر ولقد جرت عدة محاولات من قبل هذه العصابات لسرقة الماسات انتهت جميعها بالفشل وبانتحار من اشتركوا فيها قبل أو فور إلقاء القبض عليهم وهنا لجأ كروش إلى أسلوب جديد ظن أنه يستطيع بواسطته ليعناقنا وإكبارنا على تسليم الماسات له أمدوح وما هو؟ اللواء مراد لقد أدخل إلى مصر ثلاثة صناديق تحمل سلسماء وخمسين فأرا تقول أوراكها الزائفة أنها مستوردة لحساب معمل أبحاث طبية وهمي ولقد اختفت هذه الصناديق الثلاثة في أماكن مجهولة ارتسمت الدهشة على وجه ممدوح وتحولت إلى ابتسامة حائرة وهو يقول ألا يبدو تصدير الفئران إلينا وسيلة غريبة للمساومة على تلك المسات فاندم؟ ولكن اللواء مراد لم يبادله ابتسامته وإنما ضغط حروف كلماته وهو يقول بالعكس إنها تتطفق تماما مع أسلوب كروش فلقد حقنت هذه الفئران بفيروس وبائي خطير ولو أطلقت بعد عشرة أيام فقط فستتحول مصر إلى دولة موبوءة يتساقط سكانها في الطرقات مصابين بأخطر أنواع الحم الأسيوية انتفض ممدوح فوق مقعده وامتزجت دهشته بالفرح وهو يهتف ماذا تقول يا سيادة اللواء؟ اللواء ممدوح الحقيقة ممدوح لقد أبلغ ذلك الشيطان عن طريق أحد رجاله وهو يحاول إدخال الصندوق الرابع إلى البلاد حتى يمكننا إلقاء القبض عليه ونتأكد من صحة تهديده ولقد ثبت لنا من فحص هذه الفئران أنها تحمل ذلك الفيروس الخطير بالفعل كما ثبت من مراجعة الأوراق أن الصناديق الثلاثة الأولى قد دخلت إلى البلاد فعلا وهي تختفي في أماكن مجهولة وتحت رعاية أشخاص مجهولين تقتصر مهمتهم على إطلاق الفئران في الطرقات بعد عشرة أيام ما لم نخضع لتهديد قروش وعصابته وتسليمهم الماسات الثلاثة ممدوح ألم يتم إلقاء القبض على ذلك الرجل الذي حاول إدخال الصندوق الرابع؟ قال اللواء مراد بلى ولكنه انطحر كما فعل صابقوه ويبدو أن هؤلاء الأشخاص يخشون كروش أكثر مما يخشون الموت نفسه ومن الواضح أن القانون الذي يلتزمون به يجعل الموت مرادفا للفشل ونهض اللواء مراد من خلف مكتبه وارتعد عنه عاقدا كفي خلف ظهره ويستطرد والتسجيل الصوتي الذي أرسل به إلينا كروش يحدد وسيلة تسليم الماسات الثلاثة في إحدى المناطق الجبلية في كشمير مقابل منحنة خريطة للأماكن التي أخفيت فيها تلك الصندوق المرعبة حتى يمكننا إعدام تلك الفئران حاملة الفيروس قبل انتشاره ولست أخفي عليك أن المسؤولين هنا لا يجدون بدا من الخضوع لابتزاز ذلك الشيطان وتسليم الماسات السلاسة خشة وقوع الكارثة وانتشار الوباء فحياة البشر دائما أهم من أي اعتبار آخر والوسيلة الوحيدة أمامنا لتلافي ذلك هي الحصول على تلك الخريطة التي يحتفظ بها كروش خلال أسبوع واحد اعتبارا من الغد وانتقل اللواء مراد ليقف أمام ممدوح تماما ويواجهه قائلا له هل يمكن الاعتماد عليك في هذه المهمة يا ممدوح اكتست ملامح ممدوح بالشجاعة والإصرار والتصميم وهو يقول سأبزل أقصى جهدي لتنفيذ ما أكلف به يا سيادة اللواء وسأبزل حياة نفسها إذا استدعى الأمر ذلك في سبيل منع تلك الكرسة وصمت لحظة قبل أن استطرت في عناد وقوة والاحتفاظ بالمسات أيضا 3- الموت جلس ممدوح يرتشف فنجانا من القهوة في شرفة أحد الفنادق الصغيرة التي تطلع على هضاب جبال كوروم في ولاية كشمير فلمح شخصا متوسط البنية له شارب كث يجلس على المندضة المواجهة له وهو يرمقه بعينين ثاقبتين ثم لم يلبث أن أخرج من جيبه منديلا أحمر اللون أخذ يعقده ويحله عدة مرات في بطء دون أن تفارق عيناه وجه ممدوح الذي أخرج من جيبه منديلا مشابها وأخذ يقوم بالعمل نفسه في هدوء وهنا نهض الرجل وانتقل إلى مائدة ممدوح وهو يقول في صوت هامس مقدم ممدوح عبدالوهاب أومأ ممدوح برأسه إيجابا فمد إليه الرجل كفه مصافحا وهو يقول قاسم شاه في خدمتك صافحه ممدوح ودعاه لمشاركته مائدته وهو يقول له أعتقد أن مندوب الصفار المصري في باكستان قد أطلعك على تفاصيل المهمة التي جئت من أجلها إلى كشمير أجباه قاسم في اهتمام وجدية نعم ولكني أحب أن أحذرك أولا فمهمتك لن تكون هينا بأي حال من الأحوال وستواجه مخاطرها إلى جسيمة فإن كوروش لها عيون وجواسيس ينتشرون في أماكن متفرقة من كشمير وإذا أدرك الهدف الذي جئت من أجله فلن يرحمك ورجاله من العصابات الكانتة لن يتوقفوا دوما للقتل وسفك الدماء وسيكفي أن يشير نحوك بسبابته لينقضوا عليك ويمزكوك إربا تسمى باندوح وهو يقول مازحا ما أني يا صديقي لقد قابلت خلال عملي في إدارة العمليات الخاصة العشرات ممن يساعدهم تمزيقي إربا كما تقول ولكنني أخيب ظنهم دائما المهم كيف يمكن أن الوصول إلى كوروش قال قاسم هذا عسير فهو أشبه بالسقور التي تحلق فوق جبال كشمير وينتقلون بين عدة أماكن ولهم عشرات الأوقار عدم خابئهم الأخرى المجهولة في الهند وباكستان وأندونيسيا ولقد حاولت قوات الشرطة في هذه الدول تعقبه والتوصل إليه إلا أنها فشلت جميعها في ذلك فهو شيطان تمتد مخالبه لنيل من يريد في حين يعجز الآخرون عن نيله وهو ضحك ممدوح وهو يقول ألا ترى أنك تبلغ كثيرا حتى لتجعل من هذا الرجل أسطورة ولكن ملابح قاسم ظلت تحتفظ بجديتها وهو يقول إنه كذلك بالفعل لم يبدأ التأثر على ممدوح وهو يبتسم قائلا في هدوء هذا يصير حماسي على الأقل كيف يتم إذن الاتصال بين كروش ورجاله من عصابات الكامتة قاسم إن عصاباته تتلقى أوامره عن طريق عدد محدود من أعوان المقربين وحتى هؤلاء لا يمكنهم جميعا مقابلته فذلك الشيطان يتتبع طرقا ووسائل شديدة السرية والتعقيد والتنوع للاتصال بأعوانه ونقل أوامره إليهم ممدوح وهل تعرف أحد هؤلاء الأعوان المقربين؟ قاسم نعم هناك رجل يدعى طرق يمتلك حانوتا كبيرا في مدينة شيران عند سفح الجبل يبيح فيه الحيوانات والزواحف للصحر والحواة وأيضا للبختبرات العلمية وحضائق الحيوان ولدي معلومات مؤكدة موصوق منها تقول أن هذا الرجل على صلة وثيقة بكروش وأعوانه بدأ الاهتمام على وجه ممدوح وهو يقول ومن أين له بهذه الحيوانات والزواحف؟ قاسم إنه يتعامل مع عدة صيادين مهرة الذين يجبون الجبال والأودية لإقتناص هذه الحيوانات وبيعها ممدوح وهل يحوي حانوته في إيران؟ قال قاسم نعم إن لديه بعضا منها ممدوح حسنا هل يمكنك إرشادي إلى حانوت ذلك الرجل؟ قاسم بالطبع سأصحبك إلى هناك وسأنتظرك بالقرب من الحانوت في عربتي الصغيرة ذات الجياد ممدوح هذا عظيم ولكن لماذا تقدم ليه هذه المعلومات؟ إنك تبقى لمعلوماتي لست عميلا محترفا لأي جهاز أمن كما أنك لا تتقادى أي أجر لقاء هذه الخدمات ابتسم قاسم قائلا يبده أنهم لم يخبروك أنني ابن عم نصر الدين خان وأنني أرأس فريقا للمقاومة السرية يتكون من سلسين رجلا نظر حياتهم لمحربة عصابات الكانتة والشيطان الذي يتزعمهم بعد أن شردوا عائلاتنا وخربوا ديارنا ودمروا حقولنا إن عمل فريقي يتلخص في متأردد وقتل كل من ينتمي إلى عصابات الكانتة ومساعدة رجال الشرطة في باكستان وكشمير على تطبعهم والقبض عليهم وهذا لا ينطبق على رجال الشرطة وحدهم وإنما على كل من يحارب هؤلاء السفاحين ويسعى للنيل منهم كما تفعل أنت الآن ولكن طموحك في النيل من زعيمهم كروش ما زال حلما بعيد المنال ابتسم ممدوح وهو يقول في لهجة هادئة حملت كل عناده وأسراره سيتحقق الحلم قريبا بإذن الله صديقي سيتحقق حلم القضاء على الشيطان اقتربت عربة صغيرة مكشوفة جره الجياد من حانوت منعزل عند سفح الجبل صنعت جدرانه من أحجار البزلد وواجهته من أخشاب البنبو وتوقفت عندها منحنى المنحدر الجبلي المطل على مدينة شيران حيث هبط منها ممدوح وتبادل كلمة هامة مع قاصم ثم اتجه إلى الحانوت في خطوات واسعة سريعة وكان الحانوت يبدو مقبضا من الداخل وقد تغلبت فيه الظلمة على تلك الأضواء الشديدة للخفوت المصوبة نحو الأقفاص والصناديق الزجاجية التي تحوي مختلف أنواع الكردة والزواحف التي يبدو بعضها غريبا مخيفا وبدأ المكان لممدوح أقرب إلى كهف مخيف منهو إلى حانوت لبيع الحيوانات وفجأة وبينما كان يتأمل المكان من حوله أتى صوت من خلفه يقول في رقة هل يمكنني معاونتك يا سيدي التفت ممدوح إلى صاحب الصوت فإذا هو رجل قصير القامة نحيل الجسد يحمل أمام عينيه منظارا طبيا لم يخفي ذلك المكر والدهاء الذي ينبعث من عينيه الغائرتين فابتسم ممدوح وهو يقول في هدوء نعم أريد شراء مجموعة خاصة من الفئران ابتسم الرجل ابتسم صفراء وهو يقول ستجد لدي ما تحتاج إليه بالتأكيد يا سيدي ولكن دعني أخمد لما تريدها إنك لا تشبه الصحراء أو الحواء أو حتى رجال السيرك ولعلك عالم يبحث عن فئران خاصة لتجاربي إن لدي هنا نوعا ممتازا من فئران الشجو قاطعه ممدوح في هدوء وهو يضغط حرف كلماته إنني أريد عددا من فئران السامة ارتسمت الدهشة على وجه الرجل برها ثم عاد يستعيد ابتساماته للصفراء وهو يقول ولكن فئران السامة بليدة لا تستخدم في الإختبارات العلمية غالبا قال ممدوح في برود ولكنها ناقلة جيدة لفيروس الشارك الوبائي خاصة أنها لا تصبه وإنما تنكله فقط إلى الإنسان رفع الرجل حاج به في دهشة ثم أسرع يخفضهما وهو يقول في خبص ومدامة هذا يؤكد خبرتك العملية الممتازة التي أسعدتني بإفادتي بها ولكنني أعجز عن معاونتك للأسف فلست أملك هذا النوع من الفئران قال عبارته وانحنى في أدب ثم أدار ظهره لممدوحه كأنما ينهي الحديث إلا أن ممدوح عاد يقول في هدوء دعني وخمن أنا هذه المرة لقد استنفذ عميل ممتاز لديك الكمية كلها عميل يدعى كروش استدار الرجل بحركة حدة عند سماعه الإسم وانقلبت سحنته وازدادت عيناه غورا وضيقا في حين عقد ممدوح ساعديه أمام صدره وهو يستطرت في ثقة وأنا هنا لمقابلة عميلك هذا لقد أتيت من مصر خصيصا لمقابلته كشر الرجل عن أنيابه وهو يقول في برود شرس يبدو أنك عميل ثقيل أيها المصري وأنا عندما أضيق بالعملاء الثقلاء لا أكتفي بطردهم من حانوتي بل من الدنيا كلها أدرك ممدوح ما تعنيه كلمات الرجل على الفور ففوق زجاج صندوق ضخم يحوي عددا من الأفاع والثعابين السمة انعكست صورة لرجل ضخم الجثة يبرز من وسط الظلام ويهوي بقبضته الممسكة بخنجر مقوس حاد على عنق ممدوح قفز ممدوح جانبا وتفاد النصل القاتل في اللحظة الأخيرة قبل أن ينغرز في عنقه واختل توازن خصمه حينما هوى خنجره في الهواء وقبل أن يسترجع توازنه عجله ممدوح برقلة قوية أطاحت به إلى الخلف وضم ممدوح قبضته استعدادا لتزديد لكمة قوية إلى فك الرجل ولكنه فوجئ بآخر يهاجمه من الخلف ويحيط عنقه بحبل قوي رفيع وشعر ممدوح بحنجرته تكاد تتمزق تحت ضغط الحبل الملتف على عنقه ورأى بعينيه الجاحزتين صاحب الحانوت القصير وقد اتسعد ابتسامته الزفراء المقيطة وهو يتأمل ذلك المشهد العنيف فتضفقت الدماء الغاضبة في عروقه وضرب قدم الرجل الذي هاجمه من الخلف بكعب حزاؤه في قوة جعلت الرجل يصرخ من فرط الألم ويرخي قبضتيه عن الحبل قليلا وهنا ضم ممدوح قبضتيه وهوى بهما على رأس الرجل من خلف ظهره ثم تشبث به في قوة وانحنى إلى الأمام في حركة سريعة ليلقي به من فوق أكتافه وانقدر الرجل الأول يحاول طعن ممدوح بخنجره من جديد ولكن ممدوح استقبله بلاكمة قوية ارتج لها جسد الرجل ثم بأخرى ترنخ لها الرجل كالزكران وقفز الثاني واقفا ورقل ممدوح في ساقه بقوة وكأنه يسأر لنفسه فسقط ممدوح أرضا بالقرب من صندوق الأفع والسعابين التي أخذت تتحرك في حدة وشراسة وتطلق فحيحها المخيف من خلف الجدران الزجاجية بعد أن أصارتها تلك المعركة الشرسة التي تدور أمامها في حين أحاط الرجلان بممدوح واستل كل منهما خنجره وتأهب للانقضاد عليه وبأسرع من البرق قفز ممدوح واقفا على قدميه ثم قفز إلى أعلى في مرونة مصوبا كلتا قدميه إلى الرجلين في حركة ماهرة من حركات الكونفو التي يجيدها وهو يطير في الهواء ويباعد بين ساقيه في حركة فتح الحوت ضاربا الرجلين في أن واحد فتراجعوا أمامه ولم يقد يهبط على قدميه حتى قبض على معصم أحدهما ولو ذرعه خلف ظهري في قوة ودفعه إلى الأمام واستضمت رأس الرجل بالصندوق الزجاجي وهشمته ووجد الرجل نفسه داخله بين الأفاعي والسعبين التي أسرعت تلتف حول زراعيه وصاقيه وجسده فتعالت صرخاته في رعب وألم وغرزت السعبين والأفاعي أن يبهى السمى في جسده واستضار ممدوح ليواجه خصمه الآخر ولكنه رأى نصل الخنجر الحد يهوي على صدره في قوة ولم يكن هناك مجال للفرار أربعة مطاردة بين الجبال أدرك ممدوح أنه هالك لا محال هذه المرة واستعدت حواسه كلها لاستقبال الموت لذا فقد اكتنفته دهشة عظيمة حينما تراخت يد الرجل فجأة وأفلت خنجره ثم سقط فوقه بلا حراق تراجع ممدوح في دهشة وترك الرجل يسقط عند قدميه صريعا وهو يحدك في ذلك السهم الذي اخترك عنقه ونفذ من النحية الأخرى قبل أن يتساءل عما حدث سمع صوت قاصم يقول قاصم شاه في خدمتك دائما يسيط المقدم تطلع ممدوح إلى قاصم الذي يكف مبتسما أمام مدخل الحنود هاملا في يده آلته الصغيرة لقذف السهام فزفر قائلا شكرا يا صديقي إنها خدمة لا تنسى ثم أجال البصر حوله هاتفا إيه ده أين ترك أجابه قاصم وهو يستحسه على الخروج بعد أن بدأت الأفاعي تسحف وتنتشر في المكان لقد فر عبر أحد المنافذ السرية في حانوتي وثق أنه لن ينسى هذه الفوضى التي أحدثتها أنت هنا قفض الإسنان إلى العربة ذات الجياد وانطلق بها قاصم ومن بعيد كانت هناك عيون تراكب ما يحدث عيون قاتلة انطلقت العربة تختارك شوارع المدينة الضيقة والممرات الجبلية المحيطة بها وقال قاصم يؤسفني أن لا تأتي خطواتك الأولى بنتائج مصمرة ابتسم من تحك إيلن بل قد فعلت يا صديقي فها أنا زاء أعلن عن وجودي في كشمير ومن المؤكد أنهم سيسعون للقاء مرة أخرى ارتفع أزير رصاصة عبر الهواء فوق رؤوسهم في تلك اللحظة فهدف قاصم وهو يلهب ظهر جياده بالصياط يروح لي أنهم قد سعوا إلى ذلك بالفعل يا صديقي انطلقت الجياد تنهى بالأرض نهبا عبر ممر جبل ضيق والتفت ممدوح خلفه ليرى عن بعد عددا من الرجال الملسمين يتدثرون بعباءات سوداء وينطلقون على صهوة جيادهم خلف العرب وهم يطلقون رصاصات بنادقهم عليها وأخرج ممدوح مسدسه وتبادل معهم إطلاق النار وهو يشعر برصاصاتهم تنهمر حوله كالمطر وهدف بعد أن أصاب أحدهم المعركة على هذا النحو تبدو غير متكافئ على الإطلاق لم يبدو على قاسم أدنى أثر الخوف أو الاضطراب وهو يشير إلى صخرة ضخمة تعترض الممر الجبلي وتبتلع الجزء الأعظم من الساعة قائلا وتبتلع الجزء الأعظم من التساعيه قائلا ستنقلب دقة الأمور لصالحنا إذا ما نجحنا في عبور ذلك الطريق الضيق الملاصق للصخرة انطلقت الجياد تنهب الأرض في قوة والعربة تتأرجح في شدة فوق الممر الجبل الوعر حتى تخطط بهم الطريق المنشود وهؤلاء الملسمون الذين يرتدون العباءات السوداء يزيدون من سرعة جيادهم في محاولة للحاق بالعربة وفجأة أوقف قاسم العربة والتكت صفارة معلقة حول عنقه وأطلق منها صفيرا حادا قويا ولم يكن ينتهي حتى نهالت عشرات الأحجار من أعلى الجبل على رؤوس أصحاب العباءات السوداء فلقي بعضهم مصرعهم على الفور وألقت الجياد الملتعة بالبعض الآخر وهي تصهل وتعمد إلى الفرار وفي لحظة انقض أكثر من سنة عشرة رجلا بأسلحتهم من أعلى الجبل ليحاصروا من تبقى من أصحاب العباءات السوداء فهتف ممدوح في دهشة من هؤلاء؟ ضحك قاسم وهو يقول في فخر هؤلاء الرجالي إن آزانهم لا تخطئ صفيري المميز أبدا فضلا عن أنهم يشمون رائحة عصابات الكانتة من بعيد هتف ممدوح لذا فقد كنت تعلم أننا سننجو إذا ما عبرنا تلك الساخرة لم يكن ممدوحي تم عبارته حتى عبرت رصاصة فوق رأسه تماما فاستدار إلى مصدرها في سرعة وأطلق رصاصة من مسدسه لحوى رجل الكانتة الذي حاول قتله فأصاب بندقيته إصابة محكمة ثم انقض عليه وجثم فوقه وكال له اللكمات حتى أفقده الوعي فابتسم قاسم وهو يقول صيد الموفق يا سيدة المقدم حمل ممدوح الرجل الفقد الوعي وألقاه داخل العربة وهو يقول أفسح الطريق يا صديقي لقد حصلنا على أول أسير من الكانتة سأله قاسم في هدوء وماذا ستفعل به ابتسم الممدوح وهو يقول في خموط سنحاول حل عقدة لسانه يا صديق جلس ممدوح وقاسم وعدد من أعوان هذا الأخير يتبحثون في أمر الأسير في كوخ خشبي صغير يختفي في باطن الجبل وكان قاسم يقول ما زال ذلك الوغض يصر على عدم كشف الوكر الذي تختفي فيه جمعته ممدوح من الضروري أن أصل إلى أحد الملاجئ هذه فإن لدي اعتقاد قوي بأن ذلك سيكون بداية الطريق إلى وكر كروش طلب قاسم من أحد معاونه مراقبة الطريق ثم التفت إلى ممدوح قائلا أنت تعلم أن هؤلاء الأوغاد يستهينون بالموت وكل من ينجح رجالي في إلقاء القبض عليه ينتحر على الفور ولولا أن ذلك الأثير قد فقد وعيه وقيدناه بالحبال الفعل بالمثل وحتى لو استخدمنا معه أساليب التعذيب التي تصر على رفضها فسيبقى مصرا على عدم الإدلاء بأية معلومات ممدوح لا فائدة إذن قاسم ما زالت أمامنا وسيلة واحدة أعتقد أنها ستحقق لنا هدفنا قال ممدوح وما هي؟ قاسم ستعرف بعد قليل فلقد أرسلت أحد رجالي لإحضار بعض ثمار خاصة تنمو أشجرها في ود قريب اطلقونا عليها اسم الثمار الكحيم قال ممدوح لست أفهم ما علاقة هذه الثمار برجل الكنتة قاسم إنها ثمار سامة وبرغم عدم خشية رجال الكنتة من الموت إلا أنهم يعتقدون أن يمن يموت بواسطة ثموم ثمار الجحيم تظل روحه في عذاب أبدي لذا فهم يخشون هذه الميتة أكثر من أي شيء بل أكثر من كروش نفسه ممدوح الآن فهمت إذن فأنت تريد استخدام هذه الثمار لتهديد الرجل وإجباره على الاعتراف قال قاسم تماما ولم يكد الرجل يعود حاملا السمار العجيبة حتى حملها قاسم وذهب مع ممدوح إلى الحجرة التي وضعوا بداخلها رجل الكنتة وأبرز قاسم واحدة من هذه السمار أمام عين الرجل وهو يقول في برود حسنا أيها الوغد ما دمت ترفض أن تدلنا على مكان الوكر الذي تختفي في جمعتك الشيطانية وتفضل الموت على ذلك فسأحقك لك رغبتك ستموت بسموم هذه الثمار هل تعرفها؟ لحد دلائل الرعب والفزع على وجه الرجل وهو يتطلع إلى الثمار وتصبب العرق البارد على وجهه في غزارة في حين شق قاسم الثمار وضغطها قليلا ليسيل من شقها سائل لزج واقترب بها من فم الرجل الذي تراجع في رعبه وهو يرتعد في قوة ولم يحتمل ممدوح الذي يكره التعذيب ويستنكره هذا فاستوقف قاسم قائلا لست أميل إلى استخدام هذا الأسلوب حمس قاسم في هدوء اطمئن إنني أنوي تهديده فقط انتحى ممدوح جانبا في حين عاد قاسم يقترب ويقرب السمرة من فهم الرجل ويتظاهر باستعداده الإفراغ عصيرها السام في جوفه فأخذ الرجل يصرخ خاتفا في رعب كلا كلا أبعد هذه السمرة الملعونة سأخبركم عن كل ما تريدون فقط أبعدوها عني ابتسم قاسم في زفر وناول الثمرة لأحد أعوانه ثم عقد سعديه أمام صدره في هدوء وهو يقول حسنا كل آذان صاغية خمسة الملاك الحارس تقلق القمر في كبد السماء وحبس ممدوح أنفاسه برغم رحلة التسلق الطويلة التي قطعها حتى وصل إلى تلك القمة الجبلية واستلقى بين سخورها يراكب أحد رجال الكنتة الذي يتحرك بخطوات متائدة فوق المرتفع الجبلي حاملا مدفعه الرشاش وهو يكون بحراس المدخل أحد الجهوف لقد قرر هو أن يأتي وحده بعد أن حصل على اعتراف الأسير خشية أن يأتي قاسم بتصرف متهور تضيع معه كل الجهود ولكنه يشعر الآن وبعد أن اختبر وعورة المكان ورأى ذلك الحارس العملاق الذي يحمي مدخل الكهف أن الأمر يشكل صعوبة ومخاطرة بالغة فقد كان السكون الذي يخيم على المكان إلا من صوت خطوات الحارس الثقيلة كفيلا بفتح أي أصوات أخرى حتى صوت لهاثه من فرط التعب والمجهود كما يفضح ضوء القمر الذي اكتملت استدارته في تلك الليلة أي محاولة للتسلل إلى وكر الشياطين لم يكن أمامه إذن سوى محاولة التخلص من ذلك الحارس العملاق ولكن دون صوت وإلا هلك عند أول خطوة يخطوها ولم يكن ممدوح يتخذ قراره حتى قبع في مكانه ساكنا ينتظر في صبر وقد خلع حذاءه حتى لا يصدر صوتا ينم عن وجوده ولم يكن الحارس يوليه ظهره حتى قفز من مكانه وانقض عليه كالبرك وفي حركة سريعة أحاط فم الرجل بكفه ليمنعه من الاستغاثة ثم هوى على رأسه بمقبط مسدسه باليد الأخرى سقط الحارس فاقد الوعي ودون أن يصدر عنه أدنى صوت وأسرع ممدوح يقيده ويكممه في إحكام ثم أخفاه بين مجموعة من الصخور وانتزع ملابسه ليرتديها في سرعة وقبل أن ينتهي من ذلك خرج فجأة رجل من الكهف وتقدم نحوه وهو يقول يمكنك أن تحصل على قدر من الراحة يا هندو لقد حانت نوبته وبطر الرجل عبارته فجأة وهتفه وهو يحدق في وجه ممدوح ولكنك لست هندو من أنت لم يكن يتم جملته حتى كان ممدوح قد عاجله بطعنة من خنجره وهو يكمم فمه بيده ويشل حركته في قوة وعندما خمدت حركة الرجل تماما عاد ممدوح يرتدي ثياب الحارس ويخفي معظم وجهه باللثام الأسود ثم يضع العباء السوداء خلف ظهري وعلق سلاحه في كتفه ثم خطى في هدوء وثقة داخل الكهف كهف شياطين الكانتا كان هناك خمسة عشر تروجلا من عصابات الكانتا يلتفون حول نيران المشتعلة في حين وقف بينهم شخص قوي مجعد الشعر كثيف بحيث يحيط بأذنيه وله شارب ضخط يتدلى حول فكائه ولم يكن ذلك الشخص يلمح ممدوح وهو يدخل إلى الكهف حتى قال في صوت جهوري غريز أقدم يا هندو هيا لتستمع إلى أوامر كروش الجديدة اختار ممدوح لنفسه رقنا قصيا يبعده عن أضواء نيران المتراقصة وأبقى لسامه على وجهه في حين أخذ الرجل ذا الصوت الجهوري يقول كروش يريد مننا أن نرك القبض على ذلك المصري الذي وصل إلى كشمير مهما كان الثمن حتى ولو قلبنا الأرض بحسن عنه ثم نسلمه إلى طاغو خان وأنتم تعلمون طوروك قد أبلغنا بوجود ذلك الرجل الخطير في كشمير ولكننا فشلنا في القضاء عليه بعد تدخل رجال حركة المنتقمون السرية ومعاوناتهم له على الفرار ولقد كان ذلك بالحسن حظنا فلقد أمرنا طوروك بقتله في حين يتعرض هذا مع رغبة كروش في الإبقاء عليه حيا واعتبارا من الغد لن يكون أمامنا هدف سوى البحث عن ذلك المصري في كل بقعة من بقاع كشمير تنفيذا لأوامر كروش حافظ ممدوح على هدوءه وانتصر حتى استغرق رجال الكنتا في النوم ثم تسلل خارجا في هدوء وحذر ولكنه لم يكن يخطو خارج المغارة حتى فجئ بفواهة مدفع رشاش تلتسك بظهره وسمع ذلك الصوت الجهوري يسأله في خشونة إلى عين أيها الزميل وقبل أن يجيب ممدوح أضاف صاحب الصوت الجهوري في حدة انزع هذا اللي ثام عن وجهك أطاع ممدوح الأمر في هدوء وكشف وجهه أمام الرجل الذي تطلع إليه في دهشة ثم قال في شراسة إذن فأنت ذلك المصري الذي نبحث عنه لقد كنت قريبا مننا طوال الوقت دون أن ندري لقد عاونتنا كثيرا لم يعد أمامنا سوى أن نسلمك إلى طاغو خان تبقى لأوامر كروش ابتسم ممدوح في استخفاف وهو يقول هل نسيت أن أوامر كروش تحتم تسليمي إليه حيا أيضا وبما أن أوامر كروش مقدسة بالنسبة لكم فلا أظن أنك ستطلق رصاصات هذا المدفع الرشاش كما أنني لن أسمح لك بأسر بازيل وسيل السخيف لمعت عين الرجل وافتر ثغره عن ابتسامة وحشية وهو يقول هه أخطأت يا صاح إن لدي وسائل أخرى تجبرك على الرضوخ دون إطلاق رصاصة واحدة أو عصيان كروش فأوامره تقتضي تسليمك حيا ولكنها لم تمنع تحتيم أسنانك أو كسر دروعك أو كسر رجلك ثم ألقى مدفعه الرشاش جانبا ووقف بعضلاته المفتولة في مواجهة ممدوح الذي قال في سخرية إذن فأنت تسعى لمنازلة بالأيدي أرجو أن لا تندم على وقبل أن يتم عبارته عجله الرجل بلكمة مفاجأة رهيبة زلزلت كيانه فسقط أرضا وهو يهز رأسه محاولا التغلب على إثر اللكمة وقد أيقن ممدوح أنه يواجه خصما لا يستهن به ولم يعطيه خصمه فرصة استعاد التوازن برق له رقلة قوية في بطنه كادت معها أمعاء ممدوعة تقفز خارج فمه فانسن وهو يمسك معدته في ألم وقد لمح في عيني غريمه نظرة وحشية قاسية تؤكد شغفه بالعنف والقصوة ولم يكن ذلك العملاق يرفع قبضته لتسديد لكمة أخرى لممدوح حتى دفع هذا الأخير رأسه في معدة خصمه ولم يكن الرجل ينساني ألما حتى عجله ممدوح بضربة قوية على مؤخرة عنقه وأخرى في فكه ورفع قدمه ليركله في وجهه ولكن الرجل أمسك قدم ممدوح بحركة مهيرة ودفعه إلى الخلف ليطرح بطلانه أرضا ثم قفز فوقه قبل أن ينهض وكال له اللكمات القوية واحدة بعد الأخرى قبل أن يفلت ممدوح من إحداها ويلكم خصمه لكمة أو دعها كل قوتي فدفعت الرجل من فوقه وألقته على الناحية الأخرى واتحت لممدوح الفرصة ليلهض ويواجه خصمه مرة أخرى ولكن الرجل لم ينهض لقد أصابته لكمة ممدوح في نقطة جعلتها أشبه بالضربة القاضية كما يطلقون عليها في عالم الملاكمة ففقد الرجل وعيه على الفور وتنهد ممدوح في ارتياح ولكنه لم يكن يرفع عينيه عن غريمة والفاقد الوعي حتى تجمدت الدماء في عروقه فلقد أيقظت جلبة القتال رجال الكنتة الخمسة عشر الذين يقفون الآن في مواجهته وعيونهم تنطق بالشر وبالموت كانت نتيجة المعركة واضحة لا تقبل الجدل خمسة عشر شيطانا في مواجهة رجل واحد ولكن فجأة انقلبت الأمور رأسا على عقب انهالت الرصاصات كالمطر من أنحاء الجبل نحو رجال الكنتة الذين تدافعوا هاربين في زعر ولم تلبس المعركة أن احتدمت بينهم وبين عدد من الرجال المختفين خلف الصخور وانتهز ممدوح الفرصة على الرغم من دهشته وأسرع يختفي خلف صخرة قريبة وقد استلم مسدسه تحسبا للظروف ولكنه شعر بيد تكذبه فجأة من الخلف وسمع صوتا مألوفا مازعا يقول هيا بنا يا صديقي ما هذه المعركة إلا تأمين لانسحابك التفت ممدوح إلى صاحب الصوت وهو يهتف في دهشة أنت مرة أخرى ضحك قاسم وهو يقول معذرة يا صديقي إلا قد تجاهلت رغبتك في إبعادي عن هذه العملية بعد أن أخبرني أحد رجالي أن مجموعة من الكنتة تقترب من هنا ومعهم عدد من الكلاب المتوحشة ولقد خشيت أن تميز الكلاب رائحتك وأعتقد أنني وصلت في الوقت المناسب هتفا ممدوح أنك تصل دائما في الوقت المناسب يا صديق أنني أشعر أحيانا أنك لست مجرد صديق بل أنت ملاك الحارس ضحك قاسم وهو يقول اتبع ملاكك الحارس إذن فهاهم أولاء رجالي يلوحون لي مؤكدين أننا قد انتصرنا وربحنا هذه الجولة ضد الشياطين الكانتة يا صديقي ثم أرضف في جدية ولكن المباراة لم تنتهي بعد ستة وصيط الشيطان تلف تقاسم حوله يمينا ويسارا بعينين قلقتين ثم قال لممدوح وهو يقبض على مسدسي في قوة لست أحب ذهابك بمفردك إلى ذلك القصر ممدوح لا تقلق إنهم لا يريدون التخلص مني الآن فكبروش فيما يبدو يريد من ذلك الرجل طوغ خان أن يتطفق معي على أمر ما أو يحصل مني على معلومة ما قبل أن يقرر مصيري وذهابي إليه متسللا سيمنع رجاله من مفاجأتي قاسم ولكن كن على حذر فنحن لا نعرف أي خطة يدبرها لك ذلك الشيطان وأعوانه تبادل الأثنان هذا الحديث وهما يكتازان ضربا صغيرا بين الأخصان المتشابكة التي تقودهما التي تقودهما إلى نهر ضيق تمتد على شاطئه الآخر مساحة شاسعة من الحشائش تنتهي عند قصر منيف يحيد به صور عظيم الارتفاع حتى يكاد يحجبه عن الأنظار وكان ممدوح يقول في همس هل أنت واثق من أن هذا هو قصر طاغو خان قاسم نعم فلقد ابتعاه منذ سنوات منتحلا شخصية تاجر ثري ممدوح حسنا سأعبر ذلك النهر إلى هناك وأحاول مقابلته في حين تنتظرني أنت هنا لحين عودتي وإذا لم أعد خلال أربع ساعات يمكنك أن تتدخل بالوسيلة التي تراها مناسبة ولكن لا تحاول القيام بدور الملاك الحارس قبل ذلك أبدا وإلا أفسدت كل شيء قاسم فليكن وفقق الله ودعه ممدوح ثم اتقفز إلى النهر وأخذ يسبح في سرعة ومهارة حتى وصل إلى شاطئه المقابل وتابع سيره فوق الحشائش القصيرة متجه إلى القصر دون أن يعترضه شيء ولكنه لم يكن يقترب من الصور المرتفع حتى أن غرزت أمامه على بعد سنتمترات منه حربة طويلة مزدانة بأربطة من الحرير الملون وتتبعتها ثانية وثالثة وكل واحدة تزداد قربا منه فرفع رأسه ليطالعه أربعة رجال فوق الصور يحملون بين أيديهم مزيدا من تلك الحراب وصح أحدهم في حزم سيكون مستقر الحربة الرابعة في صدرك لو تقدمت خطوة واحدة زائدة ولم يكن الرجل يتم عبارته حتى فتح الباب الأمام للقصر بخته واندفع منه خمسة أشخاص أحاطوا بممدوح فابتسم هو يقول في هدوء مشير إلى بندقية أحدهم الآلية كدت أظن أنكم لا تميلون إلى استخدام هذه الأسلع الحديثة وتفضلون تلك التي لا تحدث ضجيجا مثل هذه الحراب قفز أحد الرجال الأربعة من فوق الصور المرتفع واستقر في مرونة وبساطة على قدميه وكأنه لعب سلك محترف وهدد ممدوح بحربته قائلا من أنت؟ وما الذي جاء بك إلى هنا؟ أجابه ممدوح في برود اسمي ممدوح عبد الوهاب ولقد جئت لمقابلة سيدكم طاغو خان إذا بقول له إن المصري الذي يبحث عنه قد جاء إليه من تلقاء نفسه بدون الحاجة إلى مطاردة مملة تطلع الرجل إلى وجه ممدوح في برود ثم أشار إلى الآخرين فدفعوا هذا الأخير إلى الداخل في خشونة ولم يكن ممدوح يعبر بوابة القصر حتى فجئب أن داخله يختلف تماما عن خارجه كان القصر من الداخل تحفة فنية معمارية رائعة وقد أحاطت به عشرات التماثيل الرخامية والبرونزية وامتدت حديقته على الطراز العربي الإسلامي على نحو غاية في الجمال وأمر الرجل ورجاله باحتجاز ممدوح وأسرع هو يخبر سيده بمقدمه ثم لم يلبس أن عاد ليأمرهم بإحضار ممدوح إلى الداخل وقاد المسلحون ممدوح إلى داخل القصر حيث توجد نافورة رائعة صنعت جدرانها من الرخام والأحجار الملونة والماء ينبعث من داخل أفواه التماثيل في حجم وشكل الغزلان الصغيرة ويجلس أمامها رجل بدين ضخم الجثة يتدلى كرشه أمامه على نحو مقزس ويتطلع إلى ممدوح بعينين منتفختين ورأس أصلح وقد أحاطت به الحسناوات بحيث بدى المشهد أقرب إلى عصور الممالكة القديمة خاصة مع وجود تلك المائدة الممتدة أمامه والتي اصطفت فوقها أطيب المأكلات والفواكه المختلفة ولم يكن ذلك البدين يرى ممدوح حتى ابتسم في دهاء وصفق بيده فأصرعت الحسناوات ينصرفن في هدوء ثم أشار إلى المسلحين قائلا في صوت من الخفض انصرفوا أطاع الرجال الأمر في سرعة وبقي ممدوح وحده أمام الرجل الذي أشار إليه أن يجلس بجواره وهو يقول مرحبا بك في كشمير يا سيد ممدوح تفضل بالجلوس جلس ممدوح وهو يتطلع إلى الرجل في دهشة فقد بدأ أكثر شبها بتلك الصورة الكريكاتيرية لتنابلة السلطان منه إلى أحد أكبر أعوان ذلك الشيطان كروش الذي تحاك حوله الأساطير وقال الرجل في لهجة ودودة أرجو أن لا يكون رجالي قد أساء معاملتك ممدوح لقد أرادوا إخافتي فقط باستخدام بعض الحراب الملونة ولكن يبدو أن هذه الوسيلة لا تخيفني كثيرا أطلق الرجل دحكة عالية مجلجلة ارتج لها جسده البدين قبل أن يقول يبدو أنك تجد المزاح يا صديقي ثم أشار إلى المائدة مستطردا في حماس ما رأيك في مشاركتي هذا الطعام الشهي أجابه ممدوح في جدية أعتقد أنه من الأفضل أن تشاركني أنت الحديث وتوضح لي سر سعي كروش لعقد مقابلة بيننا ابتسم طاغو خان قائلا في خبس ما كتبته شجاعا وذكا بنفسك يا صديقي ولكن الشجاعة لو لم يواكبها رجاحة العقل والذكاء عدت نوعا من الحماقة ومنذ مقدمك إلى كشمير وأنت تسعى خلف بطولات حمقاء فلقد حطمت حانو الطرق وتسببت في مصر عسنين من رجالنا وانضممت إلى مجموعة من الهامك لتقحم نفسك في زراعات لا شأن لك بها فهل هذا هو الهدف الذي أرسلتك حكومتك إلى كشمير من أجله؟ قال ممدوح بل جئت للتفاوض مع كروش ولقد أخبرت ذلك لغابي تركم هذا منذ البداية ولكنه جمع أعوان ولجأ إلى العنف بدلا من التفاوض طاغو خان التفاوض من أجل ماذا؟ إن مطلب كروش محدود ما سات نور الشفق الثلاث مقابل منع الوباء عنكم ثم إن المهلة التي منحناكم إياها لم يتبق منها سواء أربعة أيام فقط ثم لم يخبرك قاسم وأعوان أن مقابلة كروش من رابع المستحيلات اسمع أيها المصري إذا أردت نصيحتي فسرع بالاتصال بمسؤولي دولتك وأخبرهم أن الزمن لا يسير لصالحهم وأنهم سيرتكبون خطأا فادحا في حق شعبهم لو رفضوا الاستجابة لمطالب كروش فهذه المسات لم تساوي الكرثة الرهيبة التي ستشتعل في دولتك لو أطلقت الفئران الموبوءة من صناديقها قال ممدوح ومن يضمن أنكم ستمنحون خريطة صحيحة للأماكن التي توجد بها صناديق الفئران بعد حصولكم على المسات طيق خان اسمع يا صديق لا توجد عدوة بيننا وبين شعبكم وليس هناك ما يدفعنا لنشر الفيروس في دولتك بعد حصول كروش على المسات فهذا كفيل بتوجيه أنظار العالم كله إلينا وهذا ما لا نريده إننا نريد المسات المسات وحزب ثم استعاد لهجته الودودة وابتسامته الماكرة وهو يستطرد إن كروش ليس مجرد زعيم لعصابات الكانتة كما تتصورون إنه رجل حكيم راجح العقل وإلا فمحتمل كل حماقاتك السابقة هذه لقد حددنا لكم زمان ومكان تسليم المسات الثلاث وإذا أردت أن تؤدي عملا نفعا بدلا من الانغماس في مغامرات حمقاء فأحضر المسات بنفسك وسأأتي أنا ورجالي لتسلمها منك وتسليمك الخريطة تبقى للخطة المحدودة ممدوح حسنا سأعود الاتصال برؤسائي لمعرفة رأيهم اتسعت ابتسامة طاغوخان وهو يلتقط عنقودا من العنب ويقول هكذا يكون العقل والحكمة ثم صفك بيديه ليأتي أحد رجاله والتفت إلى ممدوح قائلا سيوصلك رجالي إلى الجانب الآخر من النهر وسنكون في انتظارك في الموعد المحدد نهض ممدوح لينصرف إلا أن طاغوخان استوقفه وهو يكون في صرامة استنى تذكر أننا قد عملناك بمنتهى الحكمة والعقل حتى هذه اللحظة لكن حذار أن تعود محاولاتك الحمقاء للخداع أو اقحم نفسك في مغامرات وبطولات وهمية وإلا دفعت أنت وشعبك الثمن صحيح أنك ورش ركل حكيم ولكنه حينما يغضب ينقلب إلى وحش كاسر تذكر هذا جيدا مفهوم مع السلامة تجاهل ممدوح لها كتو الصارمة وقال في برود يا رب بس ما يجلكش عصر هضم من كتر الفكهة اللي انت عملت كلها دي ثم انصرف في هدوء وتعبعه طغو خان ببصره ثم ابتسم في شراسة وهو يهمس لنفسه اطمئن أيها المصري أن معدته قوية وقدرة على هضم كل شيء حتى أنت إذا اقتضت الظروف سبعة مخاطرة جنونية ارتشف ممدوح قضح القهوة وهو يتكئ إلى جوار قاسم على مجموعة من الوسائد الناعمة داخل ذلك المنزل الخشبية المختفي في باطن الجبل وقال لقاسم في لهجة آسفة يائسة يبدو أنه لا مناص من تسليم هذه الماسات لقروش وإلا حاقة الكارثة بوطني قاسم نعم أعتقد أنه لا مفر من قبولك عرض طغو خان ممدوح إذن فقد فشلت مهمتي هذه المرة ارتشف قاسم قضح القهوة في هدوء وأشعر غليونه وهو يقول من قال لك هذا تطلع إليه ممدوح في تساؤل فتابع في هدوء وهو يواصل إشعر غليونه أنك ستسلمهم الماسات في الزمان والمكان المتفق عليه وتتسلم منهم الخريطة وبعدها سأطبق عليهم مع رجالي وتسترد الماسات ثانية ممدوح ولكنها مخاطرة جنونية فقروش ومساعده البدين ليس بالغبيان ولا ريب أنهما سيعدان عدتهما لمختلف الاحتمالات قبل إجراء عملية التبادل في الجبل ثم أننا لن نعلم حين إذ ما إذا كانت الخريطة صحيحة أم لا وحتى لو كانت صحيحة فنحن لن ندري ما إذا كانت لدى كروش وسيلة لإطلاق الفئران قبل الموعد المحدود في حالة حدوث أي تعديل أم لا قاسم لا أظنهم يهتمون سواء بالحصول على الماسات الثلاثة وإذا ما لمسوها بين أيديهم في كشمير فلن تراودهم إلا فكرة الاحتفاظ بها حتى ولو أهملوا الأنتقام منكم تماما ممدوح ولكن لماذا يولي كروش هذه الماسات كل هذا الاهتمام في حين لا تبلغ قيمتها قطرة في بحر صروته نفس قاسم دخان سجارته وهو يتطلع إلى صقف الكوخ الخشبي قبل أن يقول الأمر هتجاوز القيمة المادية البحثة لهذه الماسات فهناك أسطورة تقول يا صديقي إن كل من يمتلك ماسات نور الشفق سيحوص قوة وثراء لا حدود له شريطة أن يحسن استخدامها تطلع إليه ممدوح في حيرة وهو يغمغم لست أفهم ماذا يعني هذا ارتسم قاسم قائلا هناك العديد من الأشياء التي يصعب فهمها في كشمير يا صديقي ولكن يكفي أن تعلم أنه هناك من من يؤمن بوجود قوة خفية في هذه الماسات عند استخدامها على نحو الخاص ممدوح وهل أنت من من يؤمنون بذلك؟ رد عليه قاسم قائلا تقريبا فالاعتقاد السائد في أسرتي هو ضرورة الحفاظ على هذه الماسات ليس من أجل قيمتها المادية والتاريخية في حزب ولكن لحمايتها من الوقوع في أيدي الأشرار الذين قد يصيقون استخدامها ممدوح رواية عجيبة قاسم دعك منها وقل لي ماذا قررت؟ ممدوح أعتقد أنني أميل إلى خطتك الجنونية على أن تتخذ كافة أسليب الحيطة والحذر قاسم اطمئن فليس كروش وحده الخبير بأسرار الجبال وضروبها أنا أيضا أفوقه خبرة ولكن المهم أن نصل قبلهم إلى موقع المبادلة نهد ممدوح هو يقول كن بعملك يا صديق وسأعود أنا إلى المدينة مؤقتا لأجري اتصالاتي مع رؤسائي عن طريق من دبنا هناك قاسم فليكم كل منا بعمله يا صديقي ولعلنا ننهي المباراة بهذه الجولة مع شياطين الكانتا وصل الرائد رفعت إلى مطار كشمير مع خيوط الفجر الأولى ولم يكن يغادر مبنى المطار حتى وجد سيارة سوداء صغيرة تنتظره وسمع قائدها يهتف به في صوت خفيض هيا يا رفعت اكفز إلى السيارة ألقى رفعت جسده على مقعد السيارة التي انطلقت به في سرعة ولتفت إلى قائدها وابتسم هو يقول كيف حالك سياد المقدم؟ أجابه ممدوح في خير حال حتى زي اللحظة يا رفعت ولكن الأخطار تحيط بنا وتواكبنا في كل لحظة وتلك السيارة التي تلحقنا خير دليل على ذلك تطلع رفعت عبر مرآة السيارة إلى السيارة الصفراء التي تتبعها مثل المقال يبدو أنهم يظنونني أحمل المسات السلاسة ويريدون الإطمئنان على أن غيرهم لن يحصل عليها ممدوح ربما ولكني سأسعى جاهدا لتضلي لهم فأنا أعتقد أنهم سيقدمون على عمل أكثر تهورا من مجرد المراقبة رفعت ولماذا تظن هذا؟ ممدوح لو أن المراقبة كل هدفهم لحافظوا على المسافة بين سيارتين ولكن يحاولون الاقتراب في الواقع وهذا يؤكد أن كروش وعصبته لا يطيقون صبرا على انتظار عملية التبادل ولا ريب أنهم يضمرون لنا السوء الآن رفعت وأين المسات السلاسة؟ ممدوح لقد أخفيتها في مكان أمين بعد أن تسلمتها من مندوبنا الخاص في سفارتنا هنا رفعت لماذا ستدعيتني إذن؟ ممدوح لأنهم سيظنون أنك تحمل المسات كما حدث فعلا يا صديق وسيبعدهم هذا عن التفكير في أي نقطة أخرى ثم أنني أدخرك لمهمة هامة سأخبرك بها فيما بعد رفعت ولكنني أحمل إليك رسالة هامة من اللواء مراد فهو يطالبك بتسليم المسات فعلا إذا ما عجزت عن الحصول على الخريطة دون ذلك فالتضحية بهذه المسات أقل خسارة بكتير من المخاطرة بالوطن تسمى من ضحكة إيلا طب وإيه رأيك أنت يا رفعت؟ رفعت هذا يتوقف على خطتك يا صديق فلو أنك قد أعددت خطة مجمونة يمكنك بها إنقاذ الموقف دون تعريض البلاد لخطر الوباء فأنا رهن إشارتك أما لو كانت احتمالات نجاح هذه الخطة ضعيفة يعني فأنا أرى ضرورة الالتزام بالأوامر التي تحذر التضحية والمخاطرة غير مأمونة العواجب كان ممدوح يستمع إلى زميله وهو ينطلق بسيارته بأكسس رعة فوق طريق جبلي ضيق وانحرف يسارا كالسهم في حين وصلت السيارة الصفراء مطاردتها له في إصرار فاستطرد رفعت وهو ينظر من نافذته إلى الواد الصحيق الذي ينتهي إليه انحضار الطريق من الجانب الآخر يا له من استقبال تستقبلني به يا له من استقبال تستقبلني به في كشمير ضحك ممدوح وهو يقول دع القلق يا صديقي وحاول أن تستمتع بجمال الطبيعة هتف رفعت في استنكار جمال الطبيعة وأنت تقود بهذه السرعة وخلفنا سيارة تهدف إلى النايل منه ولم يكن يتم عبارته حتى انطلقت الرصاصات من السيارة الصفراء نحو سيارة ممدوحة الذي زاد من سرعتي فجأة وهو يقول يبدو أن المطر قد انهمر بسرعة صديقي لم يستمع إليه رفعت فقد تعلق بصره بنهاية الطريق الذي بدأ أكثر ديقا وبلافتة تحزيرية تقول أن هذه هي نهاية الطريق الجبلي وأن الاستمرار يعني السقوط في الهاوية وعلى ركب السيارات العودة واستخدام طريق فرعي آخر ولكن ممدوح لم يتوقف وتابعت سيارته انطلقها وحطمت اللافتة التحزيرية ثم مال بها يسارا ودفع دوسة الوقود بقدمه في القوة وانطلق بسرعتها القصوى انطلق إلى الموت جفت الدماء في عروك رفعت حينما رأى عجلات السيارة اليوم ترتفع عن الأرض والسيارة تنطلق مائلة كما يحدث في العروض الانتحارية وتسير السيارة على عجلتان وتكتاز منطقة الخطر في براعة منقطعة النظير والهوة تبدو أمامهما صحيقة لا قرار لها فصح في زهول يا إلهي كيف فعلت هذا كيف فعلت هذا واندفعت خلفهم السيارة الأخرى وحاول قائدها اتباع الوسيلة نفسها إلا أنه فوجأ بعجلاتها اليوم تدور في الهواء فوق الهوة وقبل أن يتفادى الأمر أو يصرخ مستنجدا هوت السيارة بركبها في الهوة الصحيقة وتجاوز ممدوح منطقة الخطر فأعاد السيارة إلى وضعها الطبيعي على العجلات الأربع وهو يستمع إلى رفعة الذي ظل يردد في زهول كيف فعلت هذا ممدوح اكتسم ممدوح هو يقول إنه أمر بسيط سرعا ما تتعلمه يا صديقي فالسير بالسيارة على عجلتان هو أمر بسيط للغاية هاتف رفعت لقد واجهت في عمل الكثير من المخاطر ولكنني أشعر اليوم أنه ما ذال أمام الكثير لأتعلمه منك صمت ممدوح لحظة ثم قال في يدوء حسب استرخي الآن يا صديقي وأنصت إلى كلماتي جيدا فسأخبرك بخطتي للإيقاع بشياطين الكنتة وشيطانهم الأكبر كروش استمع إليه جيدا تبانية معركة الجبل وصل ممدوح إلى مكان المبادلة الذي عينه كروش على متن أحد الجبال وفي صحبته دليل محنك خبير بضروب الجبال الوعرة ولم يكن يصل إلى تلك المنطقة الجبلية التي تحيط بها الصخور والمنحضرات الحادة حتى تركه الدليل وحده وعاد أدراجه وكان قاسم ورجاله قد وصلوا منذ الفجر واتخذوا مواقعهم بين الصخور والمرتفعات على نحو يصعب معه وكشفهم انتظارا للهجوم الحاسم وطال انتظار ممدوح حتى مالت الشمس إلى الغروب دون أن يظهر طاغو خان ورجاله وشعر ممدوح بالإجهاد فأغمض عينيه لحظة ليريحهما من وهج الشمس القاسية التي نشرت أشعاتها على الجبال قبل أن تبدأ رحلة الرحيل ولم يكن يفتحهما حتى التسعت عينها في دهشة فقد بدأ وكأن الجبال قد انشقت عن عشرين رجلا من رجال الكنتة يحيطون به من كل جانب وهم يتلفحون بعباءاتهم السوداء وهب ممدوح واقفا أمام هذا التحول المفاجئ الذي حدث دون أدنى صوت ملحوظ وتطلع إلى رجال الكنتة الذين لوحوا بأيديهم في صمت فظهرت على كمة الجبل أربعة خيول يمططي أحدهما في المقدمة طاغو خان بكسديه البدين وكرشه المقتز المتدل أمامه وهبطت الخيول بحملها حتى موقع ممدوح وهبط طاغو خان من فوق صهوة جواده وابتسم ابتسامة بالهاء وهو يقول ها نحن أولاء نلتقي ثانية يا صديقي مع زرل التأخير فقد كان من الضروري أن نفحص المكان ونتأكد من أنك لن تلجأ إلى مغامرة جديدة حمقاء ممدوح لقد فاجأني رجالك حقا حتى ظننت أن الأرض كتنشقت عنهم ضحك طاغو خان قائلا في زهر رجال الكنتة يزحفون كالثعابين بين سخور الجبال يا صديقي دون أدنى صوت ابتسم ممدوح قائلا مرهم بعدم رفع لثامهم إذا وإلا برزت أن يبهم السامة أطلق طاغو خان دحكة مججلة وهو يقول ألم أكل لك أنك تهو المزاح أيها المصري ثم تلاشت ضحكته فجأة ليستطرت في اهتمام قال أحضرت المسات معك ممدوح نعم ولكن إني لن أسلمها لك قبل أن أتسلم الخريطة أولا تطلع إليه طاغو خان في استخفاف وهو يقول أنت وحيد هنا أيها المصري ويحيد بك عشرون من أشرص رجالي ولن يترددوا عن تمزيقك قربا وانتزاع الماسات من تحت جلدك فلا تفرض علي شروطك أجابهم أنضح في ثقة وهدوء لا أظن أن تعاملك معي قد أنبأك أنني ممن يرهبهم التهديد أو يخشون الموت حتى وأنا لا أمين لمواجهة المخاطر بالانتحار كما يفعل الجبناء عند فشلهم ثم أن رجالك لن يعصروا على الماسات تحت جلدي أو في طيات ملابسي فأنا لا أحملها وإنما أخفيتها في مكان ما بالجبل تقلصت ملامح طاغوخان وهو يقول في حدة أين؟ ابتسم ممدوح في صخري وهو يقول لماذا لا تأمر رجالك بالتنقيب عنها في الجبل كلها؟ ارتجفت عين طاغوخان في حركة عصبية عقب بابتسامة خبيثة وهو يقول حسنا لقد هزمتني أيها المصري ثم تناول من جيبه ورقة مطوية ناولها لممدوح مستطردا ها هي ذا الخريطة وستجد بها مواقع الصناديق وأسماء رجالنا المكلفين بإطلاق الفئران تناول من ممدوح الخريطة وفحصها في عنايه في حين أرضف طاغوخان بلهجة شفع النفاذ الصبر والآن عين المسات ضحرج ممدوح بقدمه حجرا صغيرا كان يستقر أسفل قدمه اليسرى وهو يقول في برود ستكدها داخل هذا الحجر زمجر طاغوخان في شراسة وهو يقول قال تصخر مني عاد ممدوح يقول في برود فحصه بس التقط طاغوخان الحجر وفحصه في عنايه ولدهشته وجده حجرا مدكن الصنع من المستحيل تمييزه وسط مجموعة من الأحجار الحقيقية سوى ذلك النتوء البارس في جانبه والذي أشار إليه ممدوحه هو يقول ادفعه إلى أعلى دفع طاغوخان النتوء إلى أعلى والتمعت عينها ببريط الزفر حينما انشق الحجر الصناعي إلى نصفين كيشفا فراغا استقرت فيه الماسات السلاسة وهتف طاغوخان في فرح وهو يرفع الماسات إلى أعلى أخيرا ماسات نور الشفق يا رجال ارتفع هتاف الرجال كانت وهم يصحين في قوة المجد والقوة لنا المجد والقوة لنا وفجأة رددت الجبال أصوات الرصاصات وانفجارات القنابل اليدوية واندفع أعوان قاسم من مخابئهم يهاجمون رجال الكنتة وتحول الجبل في لحظة إلى حزمة قتال واحتقن وجه طاغوخان غضبا ورفع مسدسه في وجه مندوح وهو يصرخ في جنون إذن لقد خدعتنا أيها المصري والآن موت قبل أن يضغط طاغوخان زيناد مسدسه انطفد جسده في قوة وهو يتلقى عشرات الرصاصات التي اخترقت رأسه وصدره وكرشه الضخم فجحزت عيناه وسقط جثة هامدة وأفلتت المسات السلاسة من يده والتفت ممدوح إلى حيث يقف قاسم والدخان ما زال يتصعد من فوهة مسدسه وهو يقول مبتسما في اللحظة المناسبة كالعادة أيها المقدم لم يبادله ممدوح يبرطه هذه المرة وإنما أسرع ينحني ليلتقط المسات إلا أنه فوجأ بفوهة مسدس قاسم تلتسك برأسه وهو يقول مهلا مهلا يا صديق هذه المسات ملكي الآن اعتدل ممدوحه وهو يقول في حدة هل يعني موقفك هذا أنك تنوي الاستلاع عليها؟ قال قاسم إنني أنوي هذا منذ البداية أيها المقدم أم أنك تظن مخاطرتي كانت من أجلك أنت؟ وفي هدوء أقرب إلى البرود التقط قاسم الماسات ثم عاد يصوب مسدسه إلى ممدوح مستطردا والآن ارفع يديك فوق رأسك يا صديقي وهيا نحتمي من وطيس المعركة التي شرفت على نهايتها بهذه الصخرة القريبة رفع ممدوح يدي فوق رأسه وأخذ يضغط بأصابعه جهازا دقيقا يختفي وسط شعره بشريط اللاصق وهو يقول محاولا كسب الوقت دون أن يشعر قاسم بما يفعله إذن فأنت وأعوانك لاستمس هو طغمة أخرى من الأشرار تهدف إلى الحصول على المسات قاسم إنهم ليسوا كما تظن بل يمكنك أن تقول أنهم أكثر طيبة من اللازم فقد دجحت في إقناعهم بأن الحصول على المسات نور الشفق سيمنحهم القوة الهائلة التي تمكنهم من هزيمة كوروش ورجال أهلزة فقد أطاعوني واتبعوني حتى النهاية ولا تنسى أن هذه المسات ملكي لي بالفعل فأنا آخر نسل صاحبها الأصلي ومكانها ليس في متحفكم أو مع ذلك الشيطان كوروش في نفس هذه اللحظة كانت هناك مجموعة من رجال القوات الخاصة تنتظر بالقرب من المنطقة ومعهم الرأد رفعت الذي لم يكن يطلقى تلك الإشارات الصادرة من الجهاز الإلكتروني الصغير الذي يختفي في شعر ممدوح حتى قال في حماس الآن يا رجال هيا وبسرعة أصدر قائد القوات الخاصة أوامره فقفز جنوده داخل عدد من طائرات الهليكوبتر التي أقلعت على الفور واتجهت إلى ساحة المعركة وفي ذلك الوقت كان ممدوح يقول محاولة كسب المزيد من الزمن لا تظن أنك قد فجأتني بمواقفك هذا يا قاسم فقد شككت في أمرك منذ البداية ولقد بدأ لي من العجيب ألا يمنحك نصر الدين خان هذه المسات بدلا من إهدائها إلى المتحف الإسلام المصري خاصة أنك الوريس الوحيد الباقي من العائلة ولقد دفعني هذا إلى جمع المعلومات عنك عن طريق من ضبنا في صفرتنا هنا وقد جاءت تلك المعلومات لتؤكد أنك عنصر فاسد في عائلة نصر الدين وأن جرائمك وشرورك قد دفعت العائلة لنبذك وتردك لتحيا في الجبال كما يحى الخارجون على القانون ابتسمها قاسم في سخرية وهو يقول معلومات رائعة أيها المقدم احملها معك وأبلغ بها من ضبنا في الجحيم ثم رفع مسدسه إلى رأس ممدوح وجذب إبرة إطلاق النار كانت أصابع قاسم في طريقها لضغط الزنات عندما ارتفع فجأة أزير طائلات هيلوكوبتر وهي تقترب في سرعة فالتفت إليها قاسم في حركة الحد ويهتف ما هذا؟ وبسرعة انقض عليه ممدوح وقبض على معصم اليد الممسكة بالمسدس وهوى بها على الصخرة القريبة فسقط المسدس من يد قاسم ثم دفعه بركبته في معدته ولكمه في فكه لكمة قوية بعلته يترنخ في قوة ولكنه لم يسقط وإنما استعد توازنه في سرعة مدهشة وهوى بكبضته القوية على فك ممدوح ثم أعقب لكمته بأخرى في مؤخرة عنقه جعلت رأس ممدوح يصطدم بالصخرة وفي سرعة ومهارة طوق قاسم زرعي ممدوح من الخلف وأمسك عنقه بكفيه ثم دفع جبهته عدة مرات في قوة إلى الصخرة حتى سالت الدماء من جبهة ممدوح ولم يلبس على الرغم من مقاومته الشديدة أن سقط فاقد الوعي وفي حركة حدة مفاجئة قفز قاسم على صهوة جواده وانطلق مبتعدا عن ساحة المعركة التي انضم إليها رجال القوات الخاصة وفي جيبه كان يحمل ماسات نور الشفق تسعة مواجهة الشيطان أسرع رفعت نحو ممدوح وعوانه على النهود وهو يهتف في جزع يا إلهي إنك مصاب ممدوح دعك من هذا أخذ أذي الخريطة لترسلها على الفور إلى القاهرة فلابد من إحباط انتشار الوباء بأكسى سرعة ممكنة رفعت طيب وإنت سأحاول اللحاك بذلك الخائن رفعت ولكن إصابتك بالغة قال ممدوح لا تضيع الوقت أرسل الخريطة إلى القاهرة على الفور تردد رفعت لحظة ثم انطلق ينفذ أوامر ممدوح الذي يتحامل على نفسه وامتطأ أحد الجياد وانطلق خلف قاصم الذي ابتعد بمسافة كبيرة والذي يعرف دروب الجبل وخفاياه معرفة كبيرة وفجأة صهل جواد قاصم في قوة وأخذ يضرب العواء بقوائمه قبل أن يهوي في حفرة انشقت فجأة أسفله وسقط الجواد وراكبه وارتطم قاصم بالأرض في قوة وانزلقت الماسات خارج جيبه فانهض في سرعة على الرغم من آلامه وأخذ يتحسس الأرض بحثا عن الماسات التي احتلت تفكيره في لحفة وبدأ له وسط العتمة بصيص من ضوء تقلقت معه الماسات الثلاث فزحف قاصم نحوها كالمجنون ومض أصابعه ليلتقطها ولكن أصابعه تصمرت فجأة في موقعها وتعلق بصره بحذاء رجل يقف أمام الماسات تباما ورفع قاصم عينيه إلى أعلى ثم خفق قلبه في عنف وارتسمت على وجهه أبشع إمارات الرعب والفزع وهو يقول في صوت مختنق مرتعد كروش ثم لم تخفي العتمة قامت كروش المديدة ولا جسد نحيل وبدت عيناها على الرغم من الظلام وكأنهما طومدان بشعاع غير مرئي وعلى الرغم من بشرته الشاحبة كالموتة كانت عزام وجهه تبدو وكأنها تتقلص في سرعة كنمر يتأهب للإنقضاد على فريسته وتصمر قاصم أمامه وكأنه تحت تأثير تنويم مغناطيسي وعندما تكلم كروش بدأ صوته وكأنه يصدر من أعماق صحيقة وهو يقول قلت تظن الحشرات الصغيرة من أمثالك قادرة على تحد كروش إنني أطأ مثلك بطرف حزائي شتكف جسد قاصم في قوة في حين أردف كروش في غضب لقد تركتك تعبث وتظن أنك الأثكى والأقوى لأنني كنت أعلم أن النصر سيكون لي في النهاية وها أنت ذات أحددر وقد أحضرت الماسات إلى هنا على الرغم منك لقد حانت لحظة الحزاب ثم دفعه في اصدراء وقوة وهو يرضف في لهجة صارمة آمرة القوه للنصور الجائعة شعر قاصم بعشرات الأيدي تكذبه وتدفعه في قوة فصرخ في رعب كلا كلا الرحمة لا أريد الموت وصل كروش جامدا ساكدا وصوت قاصم يبتعد ويخفض حتى وصل به رجال الكنتة إلى قفص يمتلئ بالنصور المتوحشة فدفعوه داخله وأغلقه بابه وخلفه وحاول المسكين أن يتشبث بجدران وقطبان القفص وهو يصرخ الرحمة الرحمة ولكن مخالب النصور الجائعة لا تعرف الرحمة خاصة فيما يتعلق بطعامها انطلق ممدوح على صهوة جواده يبحث عن قاصم في غضب ولم يكن يقترب من المكان الذي اختفى فيه غريبه حتى كان التعب قد بلغ منه مبلغه بعد أن تضعفت آلامه وفقد الكثير من دماؤه وفجأة أظلمت الدنيا أمام عينيه ووقع من فوق جواده وهو يفقد وعيه تدريجيا دون أن يشعر بؤولئك الرجال الذين صعدوا من باطن الأرض واقتربوا في صمت وحذر ثم استرد وعيه فجأة استرده ليجد نفسه ممددا فوق فراج ضيق في حجرة طغيرة تغطت جدرانها بستائر زرقاء اللون والضماضات تلف في جبهته وفيه هدوء تحرك باب الحجرة وتقدم كوروش عبره إلى حيث يرقد ممدوح وخلف أسنان من رجال المسلحين ووقف إلى جوار الفراج بملامحه المخيفة وهو يصلت نظراته الحد على ممدوح قبل أن يقول فجأة كانت لعبة ذكية منك إلا أن تقدم كانت لعبة ذكية منك ألا تقدم لطغو خان سوى ماسة واحدة حقيقية واسنتين زائفتين فأنت تعلم بذلك عن وجود الماسات معك وتمنح نفسك في الوقت ذاته فرصة المساومة على القطعتين الباقيتان تجاهل ممدوح حديث كروش وهو يغمغم من أنت وأين أنا ضاقت حدقة كروش على نحو المخيف وهو يقول أنت الآن أمام كروش الزعيم الأكبر لعصابات الكانتة وفي أحد أوقاره الخفية في قلب الجبل ممدوح هي آلة الروعة إذن فقد التقيت بالشيطان أخيرا كروش هذا صحيح والآن أين المأستان الباقيتان لقد قلت بنفسك أن لعبتي بارعة ذكية وتعلم أنني أخفي الماستين في مكان ما داخل كشمير ولكنك لن تحصل عليهم قبل أن أتأكد بنفسي أن الخريطة التي سلمني إياها طاغو خان سليمة ارتسمت ابتسامة مخيفة على شفتي كروش وهو يقول نا سليمة أيها المصري صحيح أنني كنت قد أصدرت أوامري بالتخلص منك فور حصولنا على الماسات بسبب المضايقات التي سببتها لنا ولكنني منحتك خريطة صحيحة طبقا لاتفاقنا فحرصي على أن أظل في الخفاء يمنعني من أصابة دولة كاملة بالوباء ما دامت قد رضخت لمطالبي ولكنني ما كنت أتردد في نشر الوباء لو أنكم عمدتم إلى مقاومتي فأنا ألتزم بما أقول تماما ممدوح هذا الحديث يحتاج إلى دليل كروش وما الدليل الذي تطلبه ممدوح لقد أرسلت الخريطة إلى القاهرة عن طريق زميلي ولن أبوح بمغبأ الماستين الباقيتين قبل أن يصلني تأكيد من القاهرة بأن الخريطة سليمة تسعت ابتسامة كروش المخيفة هو يقول كنت أتوقع ذلك أيها المصري ولقد أعددت لك هذا الدليل وبفرقع صغيرة من وسطه وإبهامه غادر أحد الرجلين الذين يتبعانه الحجرة ثم لبيلبس أن عاد إليها وهو يدفع الرائد رفعة أمامه مقايد اليدين واتسعت عينه ممدوح في دهشة وهو يتطلع إلى رفيقه وهتف به وهم يحلون قيوده هل وصلت الورقة إلى القاهرة نقل رفعة بصره بين ممدوح وكروش ورجليه وفهم من إشارة ممدوح السرية أنه يريد ردا صحيحا فأجاب نعم ولقد تلقيت ردا يفيد بأنها صحيحة وأنه قد تم القبض على الرجال السلاسة الذين يقومون على حراسة الفئران التي تم إعدامها عن آخرها خشي ممدوح لحظة أن يكون رفعة قد أدلى بهذا تحت ضغط ما إلا أن إشارة خفية متفكة عليها من رفعة معلته يتأكد من صحة الأمر فتنفس السعداء بعد أن تأكد من زوال الخطر وسمع كروش يكون في صرامة والآن وبعد أن اطمأننت على سلامة مواطنيك أين الماستان الباقيتان ممدوح في صندوق أمنات يحمل رقم 8 في محطة قطر العاصمة ولكن مفتاحه ليس معي هنا قروش اطمئن سأعرف كيف أفتحه ولكن أحذرك لو كنت تخدعني فستتمنى أنت وصديقك لو أنكما لم تري وجهي قط وستأملان الموت فرارا من جهيم كروش عشرة معك للشر مرت فترة من الوقت قبل أن يقول ممدوح لرفيكو في صوت هامس هل أنت مستعد رفعت نعم وبسرعة خلع رفعت حزاؤه والتقط من كعبيه جهازين صغيرين لهم مظهر البطاريات الجافة الصغيرة ثم نزع عدة أسلاك من نعل الحزاء ووضع الجهازين على جانبي الباب وأوصل هما بالأسلاك وابتعد قائلا لممدوح أمامنا خمس دقائق فقط تطلع كلهما إلى ساعاته في اهتمام ثم غمغ مرفعت الآن ولم يكن حروف ولم تكن حروف كلماته تتلاشى حتى حدث انفجار مكتوم انخلع الباب بعده من مكانه وسقط أرضا قبل أن يتمالك حارسة زنزان نفسيهما من إثر المفاجأة وكان ممدوح ورفعت قد باغتهما بهجوم قوي وسريع وقفز في الهواء ليرقلهما في وجههما قبل أن يمس أي منهما سلاحه ثم أعقب ذلك بلكمات متولية سريعة أسقط بها الحارسين ثم التقط كل منهما مدفعا رشاشا وانطلق عبر الممر الطويل الذي قادهما إلى مخرج اعترض طريقهما فيه خمسة من رجال الكنتة ولكنهما باضروهم بوابل من الطلقات النارية على نحو انتحاري جعلهما يتغلبان عليهم في سرعة ثم أكمل عدوهما عبر الممر الذي قادهما إلى رده واسع تحوي عددا من الأجهزة والمعدات العلمية والكيميائية وألصق ممدوح ورفعت ظهريهما بعضهما ببعض اتقاء لأي هجوم مباغت وتشبث كل منهما بسلاح وهما يتفحظان المكان حولهما وفجأة أخذت حرارة المكان ترتفع في سرعة يصحبها صدق الأزير وبدأ أحد السوائل المتجمدة يذوب في سرعة ثم لم يلبس أنمال إلى الغليان فهتف ممدوح هؤلاء الأوخاد يهدفون إلى حرقنا أحياء هنا لابد أنه غادر المكان على الفور يا رفعت لح لهم المخرج الوحيد للمعمل وهو يهبط إلى أسفل وكأنما قرر رجال الكنتة سجنهما داخل المعمل الذي بات أشبه بالفرد فانطلق يعدوان بأقصى سرعة وقفز لينزلق أسفل الباب الهبط في اللحظة الأخيرة وما أن أصبح خارج المعمل حتى هب ممدوح واقفا واتبعه رفعت وكلاهما يشهر سلاحه ووجد أمامهما طوروك صاحب حانوت الحيوانات القصير ومعه أربعة رجال يصوبون إليهما أسلحتهم وقال طوروك لممدوح في سخرية لكت نجحت في الفرهر من حانوت في المرة السابقة والمصري ولكن نجاحك وصديقك هذي المرة هو المستحيل نفسه فألقي سلاحي وكون عاقلين ممدوح وماذا لو لم نفعل طوروك لو أردت رأيي فأنا أميل إلى قتلكم على الفور ولكن كوروش يطلبكم على قيد الحياة ولكنه في الوقت ذاته يؤكد ضرورة قتلكم في حالة مقاومتكم تظهر مندوح بالردوخ ومد سلاحاه إلى الأمام بكفاه وكأنه سينقي به أرضا ولكنه وثب فجأة نحو طوروك في خفة وسرعة الفهد وأحاط عنقه بمدفع الرشاش وجذبه إليه في قوة في حين رفع رفعت مدفعه في وجوه رجال الكنتة وهو يقول في صرامة والآن جاء دوركم لتستسلموا وطلقوا أسلحتكم ظهر التردد على وجوه الرجال فشدد ممدوح ضغط سلاحاه على عنق طوروك الذي هاتف في صوت متحشرك مختنق نفذوا ما يطلب نهو منكم أيها الأخبياء ألقى الرجال أسلحتهم في حنق فقال ممدوح في صرامة محدثا طوروك عظيم من الواضح أنك لا تؤيد نظرية الفشل والانتحار والآن كيف تتحكبون في حركة هذا الباب أوما طوروك إلى زراع هيدرولوكية إلى جوار الباب وهو يقول بواسطة هذه الزراع ممدوح وأين كروش الآن طوروك ذهب لإحضار المسات التفت ممدوح إلى رفعت قائلا تقرم بفتح هذا الباب يا صديقي فهؤلاء الرجال يشعرون بالبرد ويحتاجون إلى بعض التدفئة ابتسم رفعت وهو يقول يسعدني أن نعمل على راحتهم يا صديقي ودفع الزراع وتحرك الباب إلى أعلى وقال ممدوح في سخرية مرحبا بكم في الجحيم يا رجال لم يكن رفعت يغلق باب المختبر خلف طوروك ورجاله حتى هتف به ممدوح أسرع صديقي حتى نلحق بذلك الشيطان كروش انطلق الأسنان إلى قاعة أخرى أكثر التساعان حيث وجد قفص النصور المتوحشة وأشار ممدوح إلى أعلى وهو يقول هناك فتحة فوق قفص النصور أعتقد أنها تقود إلى الخارج رفعت أعتقد ذلك فلابد لهذه النصور من هواء نقي ممدوح دعنا نتسلق القفص إذن إلى هناك أسرع رفعت يتسلق القفص في خفة وسرعة في حين التقط ممدوح لفة من الحبال ربط طرفها في باب القفص ثم فتح مزلاجه وأسرع يتسلقه بدوره حاملا لفة الحبال وبينما كان في منتصف الطريق إلى أعلى خمسة عشر رجلا من رجال الكنتة وبصحبتهم طوروك الذي أشار إلى بطلين وهو يهتف أطلقوا عليهم النيران فورا ارتفعت فوهات من مدافع الرشاشة نحو ممدوح ورفعت ولكن ممدوح جذب الحبل في قوة فانفتح باب القفص واندفعت عشرات المصور المتوحشة تهاجم رجال الكنتة وتعمل مناقيرها ومخالبها في أجسادهم وأخذ الرجال يحاولون حماية أنفسهم في حين وصل ممدوح ورفعت تسلقهما حتى اعتلي القفص وأخذ رفعت يطلق رصاصاته على النصور التي تحاول الاقتراب منه أو من ممدوح في حين تطلع ممدوح إلى الفتحة في اهتمام وكشف أنها جزء من بئر مهجورة تمتد منها سلالم حجرية إلى أعلى وقفز ممدوح ليتعلق وتبعه رفعت وتسلق السلالم الحجرية في حزر حتى قادت هما إلى جدار أملس يستحيل تسلقه وبسرعة أشار ممدوح إلى رفعت الذي تركه يعتلي كتفيه بحيث صارت المسافة بين زراعي ممدوح الممدودتين وحفة البئر المهجورة لا تتجاوز خمسين سنتيمتر وقفز ممدوح قفزة بارعة مكنته من التعلق بالحفة ثم صعد إلى خارج البئر وأدل الحبل الذي يحمله إلى رفعت الذي صعد بدوره واصطلق الإسنان خارج البئر المهجورة يالهسان ثم تطلع رفعت إلى ساعاته وقال أمامنا ربع ساعة لنلحق بالهليكوبتر التي تنتظرنا عند سفح الجبل وهتف ممدوح في دهشة هليكوبتر رفعت نعم لقد طلبت من المسؤولين في كشمير إعداد طائرة هليكوبتر تنتظرنا بصفة دائمة عند سفح الجبل بعد أن اختفيت أنت أملا في العصور عليك ونقلك إليها ومهمة قائد الهليكوبتر تنتهي في الرابعة مساء حيث عليها أن يبلغ بفقدنا والساعة الآن أربعة لربع ربت ممدوح على كتفيه وانطلق الإسنان ليواصل مهمتهما ويقضيان على شيطان الكانتة 11 الصراع الأخير تحرك رجلين من رجال الكانتة بملابسهم المدنية نحو صناديق الأمانات في محطة قطار العاصمة كشمير وهما يتلفتان حولهما في حذر خشية أن يكون مراقبين وعلى بعد مترين خارج المحطة جلس كوروش داخل سيارة زرقاء فخرة وهو يرتدي معطفا من الفراء ويخفي عينيه خلف منظار أسود ويضع على رأسه قبعة بنية داكنة في انتظار عودة رجليه وفي المقعد الخلفي للسيارة جلس كالبان وزمجران في صوت مكتوم والشرسة تبدو في ملعمح هما فهما من النوع المدرب على القتل بمجرد الإشارة ووصل الرجلان إلى الصندوق رقم ثمانية ووقف أحدهما يرقب المكان في حذر وسبابته على زناد مسدسه الذي يخفي خلف معطفه في حين أخذ الآخر يعالج الصندوق بآلة صغيرة ثم لم يلبس أن فتحه ورأى داخله علبة صغيرة أسرع يفتحها ثم بركت عيناه بمزيج من الفرحة والزفر والجشع وهو يقول أخيرا ها هي ذي الماسات هتف به زميله التقت العلبة وهي بنا قبل أن يداهمنا أحد لم يكن الرجل ينتزع العلبة دوى صفير حد متقطع فقد كانت العلبة تتصل بجهاز انذار خاص يعمل فور زحزحتها من موقعها وانطلق الرجلان يرقودان نحو باب المحطة الخارجي ولكن الأرض انشقت فجأة عن عشرات من رجال الشرطة اندفعوا من كل جانب وهم ينظرون الرجلين بإطلاق النار ما لم يتوقف وأصابت رصاصات الشرطة أحدهما وهما يهرعان إلى السلم الخارجي فهوى من فوقه في حين عبر الآخر باب المحطة وانطلق لحو سيارة كروش الذي أدار محرك سيارته فور رؤيته لرجليه ولكن رصاصة من رصاصات الشرطة أصابت الرجل في مقتل فسقط صريعا وسقطت علبة الماسات وهنا فتح كروش باب السيارة الخلفي وأشار إلى الماسات فقفز أحد الكلبين والتقط العلبة بأسنانه وعاد إلى السيارة وقفز داخلها وهي تنطلق وانطلقت الرصاصات دون جدوى على السيارة المحصنة التي انطلقت بأقصى سرعة ولم تلبس أن اختفت في أحد المنعطفات القريبة لقد فاز الشيطان بالماسات كان ممدوح ورفعت في طريق العودة حينما اتصلت بهما غرفة العمليات عبر لاسلك الهيليكوبتر وأخبرهما المسؤولون بما حدث وأدلوا إليهما بأوصف سيارة كروش وبالطريق التي اتخذه في فراره فطلب ممدوح من الطيار اتخاذ ذلك الطريق ولم تلبث سيارة كروش أن لاحت له فأمر ممدوح الطيار بالتحليق فوقها وأخذ رفعت يطلق نيران مدفعه الرشاش عليها في غزارة دون جدوى حتى قال له ممدوح كفى يا رفعت من الواضح أنها سيارة مصفحة ضد الرصاص ثم طلب من قائد الهيليكوبتر أن ينخفض بها بحيث تعلو السيارة تماما ولم يكن الرجل يطيع أوامره ويعلو السيارة ببضعة أمطار حتى فوجئ هو ورفعت بممدوح يقفز من الهيليكوبتر ويهبط فوق السيارة ويتشبث بحوافها في قوة وشعر كوروش بهبوط ممدوح فوق سيارته وزاد من سرعتها محاولة الإطاحة به ولكن ممدوح تشبث بها بكل ما يملك من قوة وهنا اندفع كوروش داخل مرباء صغيرا حجبه عن الهيليكوبتر ثم ضغط زرا صغيرا انفتح على اسره جدار المرباء ليسمح بعبور السيارة ثم اغلق خلفه المرباء وهنا فتح كوروش باب سيارته وصاح في كلبيه المتوحشين اه ام اقتل وقفز الكلبان فوق السيارة وتعلقت عيونهما عيونهما بممدوح وقد اشتعلت في اعماقهما الوحشية والرغبة في القتل وسفك الدماء اطلق ممدوح رصاص مسدسه على الكلب الاول فارضاه قتيلا على الفور ولكن الاخر انقض عليه من الخلف وغرز انيابه في معصمه فسقط ممدوح وفقد مسدسه وهنا انقض انقض عليه الكلب مرة اخرى وطرحه ارضا واخذ يمزق سيابه وجسده في وحشية وهو يحاول النيل من عنقه وممدوح يقاومه في قوة محاولة الافلات من انياب الحد اما كروش فقد وقف بعيدا يتطلع الى ما يحدث في رضا ثم لم يلبس انستدار وصعد سلما معدنيا في هدوء واختفى في حجرة في نهايته واوصد بابها خلفه وكأنما يوقن ان كلبه سينهي مهمته على اكمل وجه وصار عممدوح الكلب المتوحش بكل ما يملك من قوة وبأس الا انه لم يلبس انشعر الثمرة التي يحتفز بها من ثمار الجحيم فاسرع يلتقطها من جيبه واعتصرها بين سبابته وابهامه ثم دفعها في قوة داخل فم الكلب وهو يأمل ان يحدث السم مفعوله في سرعة قبل ادخور قوة تماما ويعجز عن مقاومة الانياب القاتلة وقد كان لم تمضي دقيقة واحدة حتى صار السم في عرق الكلب قرن الى ان خمدت انفاسه عند قدمين ممدوح ونهد ممدوح والتقط مسدسه غير عابئ بجراحه وصعد السلم المعدني خلف كروش ودفع باب الحجرة في هدوء فطالعه كروش وهو يوليه ظهره منهمكا في اخفاء المسات السلاسة داخل جيب سر في حقيبته السوداء ثم لم يلبس ان اتجه نحو مرآة صغيرة ليستخدم ادوات تنقره لتبديل ملامحه واخفاء شخصيته وهنا قال بامدوح في صرامة لقد انتهت اللعبة ووصلنا الى اخر المطاف يا كروش حدق كروش لحظة في صورة ممدوح المنعكسة على مرآته وتطلع الى الدماء التي تملأ وجهه وجسده والمسدس الذي يحمله في قبضته ثم لم يلبس ان التقط جسما صغيرا من علبة ادوات تنقره وهو يلتفت ليواجه ممدوح قائلا بابتساماته المخيفة اللعبة لم تدهي ايها المصري كروش لا ينتهي بهذه البساطة وفجأة القى ذلك الجسم الذي التقطه من علبته ارضا فانفجر وتصاعدت منه ابخرة كسيفة حجبته عن ممدوح واطلق ضحقته الشيطانية من خلف حجب الدخان وهو يقول تعالى واخذني ان استطعت ادرك ممدوح ان ذلك الشيطان يعد له فخا ولا ريب فاسرع يكشف ساقه والتقط مسدسه الصغير الذي يسبته فوقها بشريط اللاصق واخفاه اسفل وسادة مخمالية حمراء مستغلا حجب الدخان الكسيفة ثم تقدم انحو الدخان في بطء وهو يشهر مسدسه وفجأة هو جسم صلب حد على مسدسه فاطاح به بعيدا وارتفع الجسم ليعبر فوق رأسه ويشق الهواء في صرير قوي وادرك منذوح طبيعة هذا الجسم لقد كان سيفا ضخما سيفا حادا قاتلا اطلق كوروش ضحقته الشيطانية مرة اخرى وقد بدت وكأنها تنبعث من اعماق الجحيم واخذ يلوح بالسيف يمينا ويصارا في قوة حتى كاد ان يصيب جسد ممدوح اكثر من مرة وفجأة تخاذلت ساقة ممدوح ودب الوهن في جسده وتهاوى على نقبتيه امام كوروش الذي عاد يطلق ضحقته الشيطانية وهو يقول لقد سقطت في الشركة الذي نصبته لك ايها المغامر الاحمق ذلك الدخان الذي اقتحمته في جرأة يحوي غازا خاصا يمتص كواكا تدريجيا ولقد حصنت نفسي منه بواسطة الجاز ماسك ألم أقول لك ان كوروش لا يهزم بهذه البساطة عاد يطلق ضحقته الشيطانية الساخرة في حين شعر ممدوح بأطرافه ترتجف وضعفه يتزايد وصورة كوروش تهتز امامه في حين وصل هذا الاخير في شماته والان لم يعد امامي السواء قطع رأسك الى نصفين بسيفي هذا قبل ان ارحل من هنا جاهد ممدوح ليسحف عبر صحب الدخان وقوه ضخور تدريجية في حين استطرد كوروش في الهجة مخيفة نعم اسحف اسحف ايها المصري لقد تسلل الغاز الى رأتيك وصرع في عروقك نقل انت بتاعد طويلا اسحف في لحظاتك الاخير عند قدمي كوروش كان ممدوح يسحف الى حيث اخفى مسدسه ولقد بدت له المسافة على الرغم من قصرها وكأنها عشرات الكيلومترات وهو يواصل زحفه وكوروش يواصل ضحكاته الشيطانية ولم يكن يصل الى المقعد الذي اخفى مسدسه تحت وسادته حتى فجأ بكوروش امامه وهو يرفع سيفه الضخم بكلتا يديه ويهتف في لهجة جنونية شامتة ساخرة وحشية والان ايها المصري فلطلحك بالاخبياء الى الجحيم وكان النصل الحادي التمع التماعة الموت كانت امام مدوح ثانية وحدة ثانية وحدة جمع فيها كل ما تبقى من قوته والتقط مسدسه من اسفل الوسادة بسرعة خارقة واطلق منه رصاصته الاخيرة فجحزت عين كوروش في زهول والم وزعر واختفت منها نظرات الثقة والزعب وترنخ لحظة واندفعت الدماء من ذلك الثقب في رأسه حيث استقرت رصاصة ممدوح في منتصف رأسه تماما ثم تهاوى عند قدمي هذا الاخير جثة هامدة وانتهت اسطورة شيطان الكندة وفي بطء وضعف انتزع ممدوح المسك من أنف كوروش ووضعه في أنفه واستلقى يلطقت أنفاسه ويستعيد قواه ولم يكن ممدوح ببعض العافية حتى نهض والتقط علبة الماسات من ذلك الجيب السري في حقيبة كوروش ثم غادر الغرفة وهبط السلم المعدني وضغط الزر الموجود أمام الجدار السري وطالعته الوجوه المزهولة لرجال الشرطة والجيش الذين اقتز بهم المربع والذين حضقوا في الجدار المتحرك في دهشة واندفع من بينهم رفعت ليحتضن زميله هاتفا في الجزع ممدوح ماذا حدث؟ ما هذه الدماء التي تغطي وجهك وجسدك؟ غمخة ما ممدوح في إعياء هذه هي الماسات السلاسة أستجد كوروش قطيلا في الحجرة العلوية هناك هاتفا رفعت يا إلاي عاد ممدوحي وغمغم في ضعف نعم يا رفعت لقد انتهى الأمر انتهت أسطورة الشيطان شيطان الكنتة تقدم اللواء مراد والمقدم ممدوح داخل المتحف الإسلام المصري بعد أسبوعين من هذه الأحداث بناء على دعوة خاصة من مدير المتحف وتوقف بين جمهور المشاهدين أمام ماسات نور الشفق وهمس الممدوح وهو يتأملها ترى هل يعلم هؤلاء الزوار كم تكشمنا من مشاق وصعوبات لينعموا برؤية هذه الماسات ابتسم اللواء مراد وهو يقول عملنا هو ألا يعلمه غمغم الممدوح كم أتمنى لو أن أسطورة نور الشفق حقيقة فنمنح بلدنا المجد والقوة ربط اللواء مراد على كتف ممدوح وهو يقول الرجال أمثالك هم من يمنحون بلادهم المجد والقوة غمغم ممدوح في خجل إنني لا أستحك هذا يا سيادة اللواء لقد كنت أؤدي عملي في حسب عجبه اللواء مراد وهو يصحبه إلى الخارج كلنا يؤدي عمله يا ممدوح ولكن عملك من نوع خاص فهو عمل الأبطال وحدهم وغادروا المتحف في هدوء دون أن يشعر بهما أحد تمت بحمد الله وإلى اللقاء في عدد آخر من سلسلة روايات المكتب رقم 19 دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته